أما مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد منزل الفراية قال إن عدم السماح للأردنيين المقيمين في الخارج بالعودة بمركباتهم الخاصة يأتي كإجراء صحي احترازي ومنع للتأخير على الحدود ما قد يزيد الاختلاط بالنسبة لعودة الأردنيين من الخارج نحن مجموعة يسجلوا على المنصة الجوية حوالي 17 ألف شخص على المنصة البرية حوالي 5 ألاف شخص أمس بدأ لأول مرة استقبال مواطنين عبر ميناء نويبع إلى ميناء العقبة استقبلنا 350 مواطن أردني وتم نقلهم إلى منطقة البحر الميت غدا إن شاء الله رح يكون في عنا 200 مواطن أردني من سوريا ولبنان ويوم الخميس رح يكون عنا حوالي 150 شخص قادمين من العراق عبر معبر الكرامة الحدودي المملكة العربية السعودية رح يكون إن شاء الله عنا كمان مجموعة دفعات على أربع دفعات رح يكون عددهم 1550 شخص من أصل 3500 شخص سجلوا على المنصة البرية للقدوم عبر معبر العمري بالنسبة لرحلات الجوية اليوم بدأت أول رحلة وصلت رحلة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إنه 18 رحلة موزعة على عدة دول متوقع يكون عدد الكلي للقادمين عبر المعابر البري والجوية حوالي 5000 شخص طبيعي الرحلات مستمرة ما دام هناك سعة بالفنادق ومناطق الحجر العام وما دام هناك يعني مواطنين ما زالوا يرغبوا بالعودة من الدول المستهدفينها الحقيقة موضوع القدوم عبر المعابر البري بالسيارات الخاصة يمكن الموضوع شوي أخذ جدل بالإعلام الموضوع يتعلق تحديدا بالقادمين من المملكة العربية السعودية وأنا شخصيا تلقيت كثير من الاتصالات بهذا الموضوع ويمكن شفته بالإعلام الصحيح موضوع هو يعني مش موضوع شخصي يتعلق بالمغتربين في المملكة العربية السعودية السبب منه منعنا القدوم بالسيارات أول شيء للوزارة الخارجية من خلال سفراءها رح تنظم عملية قدوم الأردنيين المعبر من خلال الحافلات الفئة المستهدفة هم ثلاث فئات الطلاب وهذا يفترض ما معه سيارة يجيبها على الأردن بنمرة أجنبية الفئة الثانية التي تقطعت بهم السبل مثل واحد رائع عمره وهذا يفترض ما يكون معه سيارة والفئة الأخيرة هم أيضا ناس فقدوا عملهم وظيفتهم في السعودية وطالعين يسموها خروج بدون عودة وهذا أيضا ما يستلزم أن يجيب معه سيارة بنمرة أجنبية إلى المملكة هذا أحد الأسباب السبب الثاني الحقيقة هو مهم جدا وهو سبب صحي يعني قدوم عدد كبير من السيارات على معبر العمري في مرة واحدة كلها بحاجة إلى معاملة جمهوركية ومعاملة إدخال مؤقت ونزول من السيارات واختلاط مع الموظفين واختلاط مع بعضهم أطفال ونساء عائلات بعدد كبير رح يسبب اختلاط بشكل كبير جدا يعني الوباء رح يبلش على الحدود مباشرة وبالتالي يعني عملية الحجر كلها فقدت معناها ترجمة نانسي قنقر